ملف الطاقة، أزمة أججت الوحدة الأوروبية لتخطيها، لكنها الآن تهدد بنزلاق ذلك التضامن إلى سيناريو قاتم، تحذيرات من اندلاع قسامات بين دول القارة أطلقها رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول. إثر مخاوف من أن يتسبب التدافع على تأمين الوقود هذا الشتاء في عقد دول صفقات جانبية مع روسيا وتقييد دول أخرى صادراتها إلى جيرانها الأوروبيين. وفي مقابلة نشرتها صحيفة فينانشل تايمز حذر بيرول مما وصفه بطراخ بروكسل بعد أن نجحت في تأمين مغزونات الغاز قبل الشتاء. وأكد أن أزمة الطاقة في أوروبا لن تنتهي عند تلك الفترة، بل ستستمر حتى العام المقبل. وبخصوص روسيا شدد بيرول على أن سلاح الطاقة الذي استخدمته بوجه أوروبا ارتد إليها أيضاً بعد أن خسرت أكبر المستوردين بينما تبحث أوروبا عن البدائل. وحتى إن سعت روسيا لغزو أسواق بديلة فإن ذلك سيستغرق وقتاً لا يقل عن عشر سنوات لحاجتها لبناء خطوط الأنابيب والبنية التحتية اللازمة تحت وطأة عقوبات غربية ستعرقل الخطوة. أما أوروبا فأمامها خياران للتعامل مع الوضع حددهم المسؤول. إما أن تتضامن دول الاتحاد مع بعضها البعض لتجاوز الأزمة أو تركز كل دولة على نفسها فقط. ما قد يدفع باتجاه تقليص وزن الاتحاد الأوروبي كقوة عالمية. للسيناريو الأخير بوادر مخلقة بالفعل فهنجاريا على سبيل المثال غردت خارج السرب الأوروبي بتوقيعها صفقة مع شركة جازبروم الروسية لشراء خمسة مليارات وثمانمائة مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي. كما أن بودابست التي تربطها علاقات وثيقة بموسكو وتشهد توترا في علاقاتها مع بروكسل عرضت مرارا فرد العقوبات على قطاع الطاقة الروسية. ويهدد التباين داخل التكتل بشأن معالجة قضايا على رأسها أزمة الطاقة والصراع الأوكراني مصير وحدة صف الأوروبية مستقبلا.